اشتركوا في القناة في الماضي القريب كانت سنغافورا جزيرة مغطاة بالغابات واليوم اضحت هذه الدولة التي يفوق حجمها حجم الدوحة بخمسة اضعاف ارض الثرائي والعلوم والابداع جميع طوائفها تعيش وتعمل جنبا الى جنب المسلمون والبوذيون والهندوس والمسيحيون ساعين معا لتحقيق ذات الهدف ما هو سر النجاح سنغافورا؟ ومن هم المسؤولون عن انطلاقتها القوية نحو القمة؟ وكيف تمكنت من استقطاب اصحاب الكفاءات والمواهب؟ سافرنا الى سنغافورا لنلتقي باشخاص عاديين حولوا مدينة الاسود الى مدينة غير عادية بما ان سنغافورا دولة شديدة الازدحام وتفتقر الى المساحات الكافية ليم تايتشان تمكن من شراء شقته عندما كانت اسعار العقارات في متناول اليد خاصة تحت منpiciousون være مدينة التقدمةUU رات الأمسيات في مدينة هذا م determinate بدون 7 مدينة مدينة ي مدينة يناولون شaufen تjetار يمهما في بعض المدينة في مدينة وي روبكاشية وطاقتنا لها الممكن تدريم لمن ثم منا ترجمة نانسي قنقر هناك غرفة خاصة يريد لم أن يطلعنا عليها بفضل سياسات الحكومة السنغافورية تمكن قرابة التسعين في المئة من الشعب من تملك شققهم أو منازلهم ترجمة نانسي قنقر في هذا المنزل عبقري دينغ وينغ ذو التسعة أعوام أصبح أصغر مبرمج لإثبيقات الهوات في الذكية في العالم ولكن هذه الشعورة العالمية لم تؤثر على دينغ ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة تعتمد سنغافورا اعتماداً رئيساً على موقعها الجيوستراتيجي فأكثر من خمسة آلاف شركة جعلوا من تلك الدولة الصغيرة الميناء الأولى في العالم من حيث حجم البضائع المتداولة ميزانية ضخمة تشكل عائداتها قرابة العشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بسبب افتقارها للموارد الطبيعية استثمرت مدينة الأسود كل طاقاتها في تأسيس نظام اقتصادي قوي آلاف الشركات العالمية تؤسس مقراتها الرئيسة هنا في سنغافور ميزانية الدولة تتجاوز المائتين والخمسين مليار دولار رغم أن سنغافورا لا تحتوي على لتر واحد من النفط الخام إلا أنها تمتلك ثالث أكبر مصفات للنفط في العالم مضى على وجود هذا الناشط البيئي الفرنسي في سنغافورا قرابة العشرة أعوام وهو يعمل على أحد أهم أولويات الدولة التمدن الصديق للبيئة يتمثل عمله في الحرص على أن تكون المدينة أكثر من مجرد مبان وكتل من الإسمنت فيجب أن تتطور وفقاً لسياسات الدولة المتعلقة بالتطور المستدام وأعادة مما يتطور وصبح الشعور على أمين متواملا ، وكتبه خارجة النظر وكتبه مع موسيقى ، لكتبل كتبه في حديث أنافسة تلك البلاد وفي هذا الوغن تتخطط الوغن ، وكتبه في الحل أن تقوم معقومة الرجال أحد الحلول البديلة لأزمة الاكتظاظ السكاني هو البناء على سطح البحر كل عام يتم الزحف حوالي كيلو مترين في الماء مساحات ضئيلة لكنها حاسمة وبعد ذلك الزحف تبدأ الحرب ضد عوامل التعرية سنغافورة دولة تعشق التحدي فهي تواجه القيود الصارمة التي يفرضها شح الموارد الطبيعية دون التضحية بمستوى معيشة سكانها سنغافورة دولة عوامل التعرية تعد قلة المساحات الزراعية وانعدام الأمن الغذائي من أكبر المشاكل التي تواجهها مدينة الأسود ولكن وعلى بعد بضع كيلو مترات فقط من مبنى البلدية قد يكون لدى أحدهم الحل لهاتين المشكلتين نحن الآن في سكاي جريم أول مزرعة عمودية في العالم برفقة مخترعها المهندس السابق جاكنا نحن الآن يتوجه على هذه الأبراج أن تعادل ما بين الكلفة الزهيدة والقدرة على الإنتاج المستدام تتميز هذه الأبراج أيضاً بالقدرة على إنتاج عشرة أضعاف المحاصيل التي تنتجها أساليب الزراعة التقليدية يوزع جاك محاصيله على وزارة الغذاء والمحلات التجارية المختلفة في جميع أرجاء البلاد ولا يقتصر نجاحه على ذلك فحسب فقد أبدت كثير من الدول الأجنبية اهتماماً بهذا النظام ما جعل المستقبل يبدو واعداً هذا البلد سباق في الاستثمار وهدفه التالي أن يتحول إلى مركز المعرفة الرئيس في العالم بأسره منذ بضع سنوات لم يكن هذا الصرح العلمي قد انشأ بعد ورغم الهدوء المخيم على المكان إلا أنه يضم بين جدرانه عشرين ألف باحث في مجال علوم الأحياء انتقل الباحث العلمي المرموق سيدب توروي من بريطانيا إلى سنغافورة لأنها وفرت له البيئة والطاقم الأمثل لإجراء أبحاثه في مجال تطوير العققير الطبية لعلاج الأمراض القلبية المترجمات بالتعاس أجد المترجمات إلى جنوة العققير المترجمات هذه المترجمات متوجمات لأسفل مخيفة المترجمات يموتك في الـ المرحالات الموضوع من ما يستطيع ان تحاولة على تدرجة حالية الحياة. أننا قمت بنوع الناس الاختالية بالنسبة ليمتلك الأشخاص بهتراجنة الاختلات الاختبات في الاختبار المياز كنوابك لكي تحاول كذلك وقد أتخل مسر وقد أتمكن باستطيع الفتح التشخصية. هناك كل هذا سوية الاختبار الاختبار في الطفول السيارة؟ هل سترونيش من الهاتف الأمقلة؟ وتم اشتري أعرف مؤقتين أنهم يوجد هذانك حتى نمك إذا أمنا جيدة ترابطة السيارة المتوصلة في أصدقائنا الحالات الموجودة هنا يبدواني기 يمكن أن نعتبر تأكد بارد ويقف لأميء بهذاً لكي تجاهد الهاتف مغلق إلى حين المتوصلة سحقا إلى اللعنة من الموطفول سيدة هكذا، أنت قويا، لأنني للذي سيكون هناك بأنني فهم أسمع في ذلك الاشترى الحر ، يوجد الفرنية الحضر من الوصول والفرنة هذا الفرنية فهي فلا نظر أن نستدقائها في تحصل الضغط لربية خلالة قوويا هذا الرواضي، أمضحنا من طريقة مناادة، من الاتفاة، من البيل، من الاشتراك، من أجل، من العالم، من القطع، من الوقت، من العالم، من المقاطع، من العديد، من السمي، من العام، من العين، من أجل العمل في هذا العمل. هذا هو أخي، الذي سيكون ثلاثة عاما في أبريل. وهذا هو أخي، الذي سيكون سنة عاما. وهذا هو أخي. لذلك، لدينا دوة أخي، ونحن هنا لكي 10 عاما، ونحن نحن 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 في سنجافور. خلال عقد من الزمن تمكنت سنجافور من مضاعفة حجم استثماراتها في قطاع التكنولوجيا المعرفية. وتقدر قيمة المنح المخصصة للأبحاث ما يقارب 16 مليار دولار أمريكي. ووصل حجم المنشورات العلمية إلى عشرة أضعاف ما كان سابقا. بحسب رأي مدير مؤسسة أبحاث علم الجينوم، الدكتور هاكوي، هذا هو الطريق الصحيح. سنجزء على مدير 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 ثم Smith . سنجزء لهم إضافة إلى استقطاب المواهب الأجنبية يحرص أولياء الأمور السنغافوريون على اجتهاد أبنائهم في الدراسة داني ذو ستة أعوام يجيد التحدث باللغتين الإنجليزية والصينية بالإضافة إلى إيجادته للقراءة والكتابة والعدل وفهمه للأمور الاقتصادية Okay, you remember I told you a few of the things the other day on investing you still are not too clear on Okay, so we were talking about the stock market, right? You remember what I was telling you about buying stocks at a low point and then selling them as they go up? See, every stock has what we call a ticker, how we identify the stock. So can you tell me what Facebook's ticker is? Right, so the concept of a return and investing in the stock market is you need to buy stocks that are low priced so they are priced over here for example if you know that okay at $20 I should be buying Facebook stock and then you sell it at something like $32 and then you make a decent amount of money, that's a return but if you had bought it at $32 would you be making or losing money right now? Losing Why? Because $32 is very expensive. I think it's hard. It's quite complicated, right? Yeah, but it's something that you need to do in order to be able to invest, understanding about the stock markets for example. I know I know At night Because we don't have a social support system that exists like in the West where you're pretty much taken care of everything In Singapore I think he needs to build his own social support system So ultimately he needs to understand the concept of allocating his now allowance and eventually his salary into different areas that he would need to spend on It's good that he builds this skill set up at a very early and young age بعد الدراسة يفضل سوفين ودينيش الاسترخاء في الحديقة They want to kick the ball, right? Homo يأملان أن يسمى التعريم المتوازن في نجاح أطفالهما في المستقبل ربما أصبح يوما من بين أصحاب الملايين الذين يفوقوا تعدادهم المائة ألف مليونير سنغافورا تلبي احتياجات الأثرية فهي الآن موطن أكبر تجمع لأصحاب المليارات في العالم نسبة إلى عدد سكانها ليني سوبرمان هي إحدى هؤلاء الأثرية فشركتها توفر الخدمات لأغنى الأشخاص في العالم مصاعد خاصة خدمات فريدة من نوعها أجود المواد هذا ما يطلبه الملاأ ليني نعلم أن الملايين الذين يتعرضون إلى هذا المنزل سيكون الملايين الذين يتعرضون إلى كل مكان الذين يتعرضون عمليا الذين يرون كل شيء الذين يتعرضون إلى ذلك لذلك يتعرضون المواد تولدت لدى سيدة الأعمال الناجحة فكرة فريدة من نوعها أصبحت حلم جميع أثرياء العالم ومحط أنظارهم فكرة فريدة من نوعها أصبحت حلم هذا هو الطريق لهم أن يتعرضون إلى جميع أثرياء وأنهم يستطيعون أن يرونها وأن يرونها مثل قصة موسيقى وأن يرونها لديهم انتهت سيدة الأعمال كلير سوفانو نائب رئيس شركة كاب جيماني مؤخرا من نشر دراسة توضح أسباب انتقال قطاع إدارة الثروات للمرت الثانية من الدول الغربية إلى سنغافور المنزلين والمالونين مثل في سنغافور لديه لحظة المنزل لحظة المنزل لحظة ايقانية والمبوط ومع كل الأدوات فيما تحضرات عن لا تنسل موضوع المنزل وحظة إبداعات مطلقات حلوطة ريشات ومرأة لطفاقات لحظة في سنغافور جيدة إنه مقرب يعني أن كل شخص كل شخص المشاركة ينظر في سنغافور أسهم الرخاء والتطور الذي تشهد سنغافور حالياً في تحسين الظروف المعيشية إلا أن قرار الحكومة الأخير باستيراد قرابة مليوني عامل أجنبي أثار الجدل منذ بضعة أسابيع قام الناشط الاجتماعي جيلبرت جو بتنظيم أكبر مظاهرة تشهدها البلاد منذ إعلانها للاستقلال موسيقى بالنسبة لبعض السنغافوريين فإن السياسات الليبرالية المفتوحة بدأت بدفع العديد منهم نحو شفير الهاوية ترجمة نحو شفير الهاوية ترجمة نحو شفير الهاوية يجب على سنغافور أن تسعى إلى حل هذه المشاكل في القريب العاجل وخاصة أن هذه الجزيرة الصغيرة أصبحت محط أنظار العالم فسنغافور اليوم تستقبل أكثر من مليون سائح شهريا أي بزيادة تقدر بعشرة في المئة مقارنة بأعداد السياح في العام الماضي كالنصف مليون نسمة الذين سبقوهم إلى زيارته تتجه على تلم لزيارة أحدث وأكبر المعالم التي تزهو بها سنغافور في جزيرة سنتوسا لاقت هذه الحريقة الجديدة نجاحا هائلا وهذا يعود إلى هذا الحوض المائي الذي يتسع لأربعين مليون طن من المياه الأطفال لا يصدقون ما تراه أعينه وذوه مشاركون غدشا هذا المعلم الفريد من نوعه في العالم يجعل الانفخورا ببلاله موسيقى ليست السياحة سوى وجه واحد من سيرة نماء هذا البلد فالعمل الجاد والكفاءة الأجنبية والابداع المستمر كل هذا جعل مسنكافورا نموذجاً محتذا به كما جعلها بالنسبة لكثير من دول العالم موضع إعجاب وإمهام في الوقت ذاته